السلام عليكم وزيكم يا جماعة عاملين ايه يا رب تكونوا بخير ريفيو اليوم مختلف شوية هو عن كفر الانترية او الصفرة او حتى الركنة الكفر ده مشهور جدا جدا وخصوصا الايام دي هقول لكم تجربتي معايا وكمان هفرشوا مع حضراتكم وهقول لكم السعر والامشة نفسها الكويسة ولا لا كل ده هتعرفوه معايا ولو اول مرة تابعين يا ريت ما تنسيش تعملوا لايك واشتراكوا بالقناة في البداية ده شكل الكفر بتاعي بيجي فيه الكيسة دي او الشنطة البلاستيك دي المقاسات الموجودة معايا هنا الخاصة بالكفر بتاعي ان هو عبارة عن كرسي عفوا كنبة كبيرة وفيه كنبة صغيرة واثنين من الكارسي المقاسات الموجودة هنا طبعا الكنبة الكبيرة زي ما مكتوب هنا ان هي مية تمينة وستين في مية خمسة وثلاثين والكنبة التانية مية وخمسة وثلاثين واثنين بيسيز اهو يعني قطعتين من الكراسي هما طبعا قصدهم على الكراسي بارة عن تلاتة وستين في مية خمسة وثلاثين سنتين طبعا انا جايبة اللون الموجود ده اللون الكافي هوريه لحضراتكم اللون ده تمام اللون ده انا دلوقتي هفرشو وهوريه لحضراتكم وهوريكم شكل وعامل ازاي وكمان هنشوفوا مع بعض واقول لحضراتكم هل فعلا نستهل الفلوس ولا لأ وهنتكلم عن السعر والخامة وكل شيء ده شكل المفرش بتاعي او الكافر بعد خلاص ما فرشته على الصلوم بتاعي هوريه لحضراتكم جزء جزء في هنا الجزء التحتاني بكرانيش او بكشكشة كده من تحت اا من جوه في هنا الاستك الاستك ده داي الميدور واخد الكرسي كله اا كل الكطعة كلها اا زي ما حضراتكم شايفين كده ملفوفة باستك من البداية ليه ان هيا لفة حوالين الكنبة كلها الجزء اللي تحت ده طبعا ما بيموتش خالص بارة عن مربعات صغيرة كده او يعني هي نقشة خفيفة كده منها فيها اا في هنا طبعا الكشكشة الجزء الخاص بي الاستك نيجي بعد كده الجزء اللي فوق زي ما حضراتكم شايفين كده عبورة عن مربعات صغيرة منفوخة طبعا هي اا الخامة دي اا وما بتتقطعش يعني مهما شديتي فيها ما شاء الله بتتحمل اا حلوة جدا اا كمان تقيلة الخامة اللي انا اشتريتها دي تقيلة كنت شارية اولاين بصراحة وعجبني جدا جدا اا كنت شفته عند حد وقررت ان انا هجيبه اا طبعا المفروض ان هنا يكون مسلا لو هو صالون عادي او اا حتى كانب او اين كان مسلا لو في هنا دراعات في بيغطي الدراعات ولكن للاسف انا الصالون بتاعي اا ادراعات بتاعته قصيرة جدا فشدينا ادراعات ويزبطناها فهتلاقونا هنا تانيينها شوية اا ولكن في النهاية مسلا ده شكل الكنبة الكبير عندي اا حلوة جدا تبارك الله ما شاء الله يا جماعة زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله اا حلوة قوي واخد شكل الكنبة اا انا بعد ما فرجتها فكل اللي عملته اللي انا بدخل ايد هنا كده بالشكل ده كده بفرشها وبجسمها على الكنبة بتاعتي نيجي بعد كده عندي هنا الكنبة الصغيرة زي ما حضراتكم شايفين برضو دي الحتة اللي انا بتكلم عليها ان الجزء اللي عندي ده اا ادراعات بتاعته او السندات صغيرة فبنضطر ان احنا بس ايه يعني نيجي هنا كده مسلا ونحشرها يعني هي المفروض الجزء ده يبقى مسلا اا موطط او واخد شكل الدرعات ولكن انا معنديش درعات فكل اللي عملته ان انا بس عملت كده بحشر بس الزيادات هنا كده وما بيكونش شكلها وحش بالعكس بتدي الشكل حلو قوي دي الكنبة الصغيرة عندي اا يارب بتكون واضحة برضو تحت في هنا كشكشة اا مفروضة ما بتتمطش وطبعا ده الاستك تمام نيجي بعد كده ليه الكراسي ده شكل الكراسي عندي تمام حلو قوي يا جماعة بجد البتاع ده تحفة قوي قوي زي ما حضراتكم شايفين كده اا طبعا برضو هنا معنديش سندات ولا درعات فكل اللي عملنا ان احنا خشرنا الزيادات في الجزء ده وده شكلها النهائي بجد ممتازة اا السعر يا جماعة حلو قوي يعني حوالي الف جنيه فهو مش وحش بالعكس حلو وبيدي شكل حلو قوي لو انت عروسة او حتى لسه من الجده جديد او خايفة على الانتري او الصالون بتاعك مجد انصح جدا جدا بيق المفرش ده حلو قوي يا بنات ما شاء الله تبارك الله ممتاز 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 وسعره كمان حلو قوي والخيمة تحفة اهم حاجة ان انت تشتريها من عند حد ثقة اا اا حلو قوي يا جماعة هوري لحضراتكم شكل الصالون في المجمع العامل ازاي ده شكل الصالون بتاعي يا جماعة بجد شكله ما تغيرش يعني ممداش شكل وحش بالعكس شكل حلو قوي قوي في النهاية ده شكله جميل جدا وده الشكل من الجنب بيكون كده اا طبعا احنا شدينها اا ويعملين كده اا حشرين فانت بقى لوها مثلا اا كنب او كده مضلعة فلا اا هتنزلي من وره وهتشدي وامور كلها هتبقى تمام هنا برضو شوفوا الكشكشة والاسدك اللي مع داي الميدور اهو تمام اا ففي الاخر اا في الاخر احب اقول لحضراتكم اشتروها يعني وعلى ضمانتي بصراحة بعد تجربتي معه ممتاز ممتاز تبارك الله ما شاء الله يا جماعة وربنا يوسع عليكم جميعا يا رب